لو جربت قبل كده تلعب استغماية مع عائد صغير هتلاقي انه ممكن يستخبع رسطاره وجسمه ورجله بينين ومع ذلك عنده قناعة تمه ان انت مش شايفه حتى في الحيوانات يقال ان نعم مثلا لما بيحب يستخبع من المفترسين اللي بيهجموه بيدفس راسه في الرمل عشان بيبقى مقتنع في الغالب انه مدام هو مش شايفك فانت كمان مش شايفه وكان كده حجب العيون في الحالتين هو حجب المصدر الرؤية وان كنت بتضحك الوقت ومستغرب على برأة الاطفال او سزاكة الحيوانات فانا حابة اقولك ان فلاسفة اليونان الكبار زي ارستو وافلاطون وقليدس وجهة نظرهم عن الرؤية كانت تقريبا بنفس الصورة والغريب ان العالم كله فضل نصدق كلامهم ده لمدة تقترب من 1400 سنة الا ان مشينا ورى الفكرة البدائية دي قلب الفيزياء رأسا على عاقب وكان طرف الخيط لأشهر نظرات الفيزيائية الحديثة زي النسبية وميكانيكا الكام بس ازاي الرحلة دي بدأت وانتهت بايه ده بالضبط اللي هنعرفه ولكن بعد الفاصل سلام عليكم فلاسفة اليونان وعلى رأسهم افلاطون كان عندهم وجهة نظر غريبة جدا عن الرؤية كانوا معتقدين ان الرؤية بتحصل نتيجة لوجود اشعة خفية بتخرج من العين وتسقط على الاشياء فتورن شكلها وزي ما الجلد بيقدر ان هو يتحسس الاشياء عشان يعرفنا تفاصيلها فالاشعة اللي بتخرج من العين ده هي كمان بتسقط على الاشياء وتحسس عليها عشان تورينا شكلها ورغم انه كان من السهل جدا ضرب النظرية دي لمجرد اننا ما بنشوفش في الظلمة الا ان وجود عيون حيوانات بتلمع في الظلمة زي القطط مثلا وعينك اللي لما بتغمضها جامد او بتضغط عليها بتشوف وميد للضوء كل دي اسباب زودة اعتقدهم ان الاشعة دي موجودة هيه وبتظهر تحت ظروف معينة او عند حيوانات معينة طبعا الناس دي مكانش تعرف ان قاع العين بتاع القطط في مواد عكسة للضوء زي الميراد بالزبط وان الضغط على العين بيضغط على عصب البصر للعين وبيحفزه زي ما الضوء بيحفزه بالزبط وبالتالي الناس دي كانت مقتنعة جدا بالفكرة بتاعتها اقليدس ابو الهندسة مش بس كان واحد من الناس اللي مؤمنين بالنظرية دي ده كمان هندسها ودرسها بصورة رياضية الراجل لاحظ ان لك مجال معين في الرؤية ما بتشوفش غير فيه والمجال ده بيكون صغير في المسافات القريبة من عينك وبيجبر كل ما زادت المسافة ده بخلاف ان الاجسام اللي موجودة في المجال ده كل ما كانت قريبة من عينك بتشوف حجمها كبير وكل ما بعدت عن عينك بتحس ان حجمها صغر وبناء على الملاحظات دي اقليدس قال ان الاشعة دي بتخرج من عينك من نقطة واحدة وبتمشي في خطوط مستقيمة وبتتباعد عن بعضها في جميع الاتجاهات عشان تديلك المجال اللي بتقدر تشوف فيه اقليدس كان عارف كمان انه في المرايات او الاسطح المسقولة بتقدر تشوف صورتك لو انت واقف قدام المراية بالضبط انما لو جيت وميلت المراية بزاوية فانت هتقدر تشوف الحاجات اللي سطح المراية مواجه ليها فقال ان معنى الكلام ده ان الاشعة اللي بتخرج من عينك بتخرج في خط مستقيم وتسقط على السطح المسقول وتنعكس في خط مستقيم وزاوية سقطها بتساوي زاوية تنعكاسها وبالتالي الضوء كده دايما بيمشي في خطوط مستقيمة فحط قاعدة اقل مسافة ممكنة او the principle of short distance واللي هي بتقول ان الضوء عشان ينتقل من النقطة للتانية بيختار المسار اللي بيقطع اقل مسافة ممكنة اللي هو عبارة عن الخط المستقيم تمام لا مش تمام لان بعد منه جيبت ليموس وقال ان الاكسام في المية بتظهر في غير امكانها الحقيقة وبتشعر وكأن الجسم انكسر والكلام ده معنا بشكل قاطع ان كلام اقليدس في حاجة مستح لان عشان تشوف الصورة في غير مكانها فده معناه ان الشعاع الضوء اللي خرج من عينك ممشاش في خط مستقيم ده في شيء ما حصل جوى المية وخليها ينحرف او ينكسر والانكسار ده هو اللي خلي عينك تشوف الصورة في غير مكانها وبالتالي الشعاع كده ما قطعش اقصر مسافة من النقطتين او مشا في خط مستقيم زي ما قال اخليدس بطليموس بدأ يغير الزوايا اللي بيبص منها ويقس الزاوية اللي سقط بها الشعاع اللي خارج من عينه على المية والزاوية اللي انحرف بها الشعاع جوى المية وقال بالزاوية اللي لقاسها ورسم العلاقة ما بينهم لاحظ ان زاوية انكسار الشعاع الممكسر جوى المية بتزيد مع زيادة زاوية السقوط للشعاع الساقط لكن العلاقة كانت ترضية لكنها مش خطية بشكل دقيق او يعني التغير في الزاويتين ما كانش دايما بيتم بنفس النسبة فتوقع ان كان في حاجة متعلقة بالخياس هي اللي فهم مشكلة وان الزاويتين المفروض يزيدوا زي بعض بنفس النسبة وحبع رفك نقطة مهمة ان بطليموس كان بيعرف قيمة الزاوية من طول القوس اللي بتعمله الزاوية مع الدايرة اللي بيكونها وبالتالي كان متوقع ان كل ما زاد طول القوس المواجه لزاوية السقوط هيزيد معاه طول القوس المواجه لزاوية الانكسار ليه بقولك المعلومة دي؟ هتعرف بعدين في نفس الحلقة لاش افكار فلاسفة اليونان غزت العالم وانتشرت بشكل كبير وفضلت صمدة اكتر من الف سنة لحد بداية الازدهار العلمي اللي حصل في الدولة الاسلامية تحديدا في حقبة هارون الرشيد وعياله سنة 750 ملادية في الفترة دي كان موجود فيها فطاحلة علماء المسلمين زي الكندي والفرابي اللي بدأوا يفكروا تاني في الحاجات المتفكر فيها ويعدوا دراستها واللي كان من ضمنها اسباب الرؤية الكندي والفرابي ما كانوش مقتنعين ان الرؤية سببها اشعة خفية وتخرج من العين قالوا عشان تشوف الاكسام البعيدة زي النجوم مثلا فانت في كل مرة محتاج تقفل عينك وتفتحها الاشعة دي تخرج من العينك وتملأ المسافات الشاسعة دي لحد ما توصل للنجوم وتشوفها والكلام ده بيحصل في كل مرة بمجرد ما تقفل عينك وتفتحها يعني في اللي الزمن والكلام ده مش منطقي لكن العكس منطقي اكتر وهو ان الضوء اللي جاي من الاكسام البعيدة ده هو السبب في عملية الرؤية لان مهما قفلت عينك وفتحتها فالضوء كده كده موجود حواليك جي بعد الكندي والفرابي العالم ما بيساعد العلاء ابن سهل او اختصارا ابن سهل ودرس هو كمان انكسار الضوء من جديد ابن سهل لما جيه وقاس طول الاقواس المواجهة لزوايا السقوط والانكسار من جديد لان العلاقة مش خطية ما بين طول الاقواس دي او بمعنى تاني انه طول القوس المواجه لزاوية السقوط لو زاد طول القوس المواجه لزاوية الانكسار مش هيزيد بنفس النسبة لكن طول الضلع المواجه لزاوية السقوط واللي بيعمل معاها مسلس قايم هو اللي بتناسب بشكل طردي وخطي مع طول الضلع المواجه لزاوية الانكسار واللي بيعمل معاها مسلس قايم الضلع ده هو اللي لو زاد التاني هيزيد معاه بنفس النسبة ولو ترسم التعلاقة مبين أطوانهم العلاقة هتطلع خط مستقيم بدون حيود لكنه حتى وإن كان قدر يكتشف العلاقة مبين الشعاع السائط والشعاع المنكسر فابن سهل ما قدرش يعرف إيه هو سبب العلاقة دي بس بعد أن سهل فترة بسيطة وصل المؤسس الحقيقي لعلم الضوء إلى عالم العراقي الحسر بن الهيسم وأثبت بتجربة بسيطة أن العين ما بتطلعش أشعة خفية ولا حاجة هي بس بتستقبل أشعة الضوء عشان تشوف ابن الهيسم جاب فنوسين وحطوهم بره خيمة وعمل فتحة الخيمة دي عشان الضوء بتاع الفنوسين يدخل جوا الخيمة وبالفعل ابن الهيسم دخل جوا الخيمة لأن الضوء بتاع الفنوسين منور منطقتين جوا الخيمة طلع بره الخيمة تاني وغطى واحد منهم ورجع دخل لا أن ضوء واحد منهم بس هو اللي منور ومنطقة واحدة هي اللي متشافة فقالك أن الكلام ده معناه أن ما فيش أشعة خفية بتخرج من العين ولا حاجة وإلا كان زماننا شوفنا منطقتين منورين وكل اللي بيحصل أن الضوء بيخرج من الأشياء يسقط على الأجسام وينعاكس من الأجسام على عينك فعينك تشوف وعينك ما هي إلا مستقبل للضوء وأفلاطون بقى وإقليدس وبطليموس والناس دي كلها كانت بتهري بس ابن الهايسا ملاحظ كمان أن الضوء اللي كان خارج من الفنوس اللي فوق هو اللي كان موجود تحت والضوء اللي كان خارج من الفنوس اللي تحت هو اللي كان موجود فوق فعلا أن الكلام ده بيثبت فعلا أن الضوء بيمشي في خطوط مستقيمة وبيقطع أقصر مسافة زي ما أخواننا الرومان قالوا لكنه بيشاكك كمان في حقيقة أن العين هي اللي بتشوف أساسا إزاي حسن؟ قال عشان الضوء يقطع أقصر مسافة ويوصل لقاع العين فالضوء هيوصل لي معكوس. اللي فوق تحت واللي تحت فوق. وبالتالي الصور هي كمان هتوصل لقاع العين معكوسة. وبما اننا ما بنشوفش الصور اللي موجودة في العالم الخاريجي معكوسة. فبالتالي العين مش هي اللي بتشوف. ده المخ هو اللي بيشوف. هو اللي بيرجع ويعدل الصور المعكوسة دي. والعين كله وظيفتها انها بتجمع الضوء فقط. وعشان يتأكد اكتر دخل جوها الخيمة تاني وصغر الفتحة اللي بيمر منها الضوء عشان يمنع تشيطة الضوء المر من الفتحة. لاحظ ان فيه صورة معكوسة للمنظر اللي برا الخيمة اتكونت جوا الخيمة وبالتالي الصور دايما بيتم استقبالها بشكل معكوس واحد طبعا هيطلع ويقول ليه طب ليه المخ معكسي الصورة المعكوسة اللي موجودة جوا الخيمة اوبس كل مرة كده واحد يفسني بس الموضوع سهل الصورة المقلوبة يا سيدي اللي اتكونت جوا الخيمة اتعكست وبقت معدولة علاقاها عينك والمخ رجع عكسها من جديد عشان تشوفها معكوسة وبالتالي المخ وظيفته دايما انه بيشقل بالصور اللي موجودة علاقاها العين معكوسة يعدلها ومع دولة يعكسها اللي عمل الحسن ابن الهيسم جوا الخيمة كان بمثابة اول كاميرا يتم صناعة في التاريخ ابن الهيسم لو كان معه بس فيلم ضوئي يستقبل عليه الصورة كان الموضوع خلص حتى لفظة كاميرا في اللغة جاية من كلمة قمرة او الغرفة او الصندوق المظلم اللي هي الخيمة اللي اشتغل فيها الحسن ابن الهيسم ابن الهيسم قدر يثبت ان العين ما بتطلعش اشعة خفية وانه الضوء هو اللي مسؤول عن الرؤية وان العين وظفتها انها تجمع الضوء بس الموخه هو المسؤول عن الرؤية بشكل حرفي ده غير انه راجع قوانين الانعكاس والانكسار وجمع الكلام ده كله في كتاب من سبع مجلدات سماه المناظر اللي بعد كده الترجم للغة اللاتينية عشان يوصل لغروبة ويقع في ايد جاليليو وكيبلر وكوبرنيكوس واللي قروه وتأثروا بيه في بداية القرن السبعة عشر والكتاب ده ساعد جاليليو مثلا في صناعة التلسكوب بتاعه اللي بخلاف انه اكتشف بين جون جديدة وقمار زوحل والمشترة والبقع السودة اللي موجودة في الشمس فكمان هيكون علامة فارقة في اياس سرعة الضوء الا ان في بداية القرن السبعة عشر برضو كان موجود علم هولندي اسمه ويلبرد سنيلس اللي خد كلام ابن سهل واقعاد صياغته عشان يعمل بقانون يفضل موجود باسمه ولازق باسمه لحد عزيه اللحظة سنيلس او سنيل قال ان في الانكسار الاعلاقة ما بتكونش خطية ما بين طول القوس المواجه لزاوية السقوط وطول القوس المواجه لزاوية الانكسار زي ما باطلايموس قال ولا بتكون خطية ما بين طول الضلع المواجه لزاوية السقوط وطول الضلع المواجه لزاوية الانكسار زي ما ابن سهل قال الاعلاقة بتكون خطية ما بين جيب زاوية السقوط وجيب زاوية الانكسار جيب زاوية السقوط اللي لو زاد هيزيد معاه جيب زاوية الانكسار طب يا عام شرف ما الراجل قال جيب زاوية السقوط اهوات وجيب زاوية الانكسار ايه علاقة اللي قاله بكلام نسهل انت هتبالع الراجل ما هو يا سيد الفاضل جيب زاوية السقوط بيساوي طول الضلع المواجه لزاوية السقوط على طول الوطر وجيب زاوية الانكسار بيساوي نفس الكلام والوطر في المسلسين هنا عبارة عن نصف قطر الدايرة وبالتالي قمته دا ساوية حاب يتفذلك ويأخذ الشغل وينسيبه ليه. بس الحق يقال ان سنيل برضه اضاف اضافة مهمة. قال ان مدام فيه تناسب ترضي يخطي ما بين الجبن يبقى جيب زاوية السقوط هتساوي ثابت في جيب زاوية الانكسار. ودى للثابت ده الرمز ان. ولو قدرنا نعرف قيمة الثابت ده هنقدر نعرف مقدار الانكسار قد ايه? والصور نفسها هتظهر اماكنها فين? في الاوساط المختلفة. وعشان يقدر يحسب السابت ده اسنيل بدأ يغير من زاوية السقوط ويقسمعها زاوية الانكسار ويقسم الاثنين ويحسب السابت. اسنيل لقى ان السابت ده مش ثابت غير في الوسط الواحد وبيختلف باختلاف الوسط. على سبيل المثال في حالة انتقال الضوء من الهوى للمية فقيمة السابت ده بتساوي واحد وثلاثة من عشرة. كلام ده معناه ان لو في شعاع ضوء مر من الهوى للمية فزاوية سقوطه هتطلع اكبر بواحد وثلاثة من عشرة مرة من زاوية انكساره. انما لو مر شعاع ضوء من الهوى للمس مثلا فالسابت ده بيساوي واحد ونص. يعني الزاوية اللي بيسقو ببقى شعاع ضوء هتبقى اكبر من زاوية انكساره بمرة ونص. وفي حالة مر شعاع ضوء من الهوى للمس مثلا فالسابت ده هيطلع باثنين ونص. وهكذا كل ما يختلف الوسط كل ما يكون عندي سابت جديد. بس برغم ان سنيل قدر ان هو يلطش العلاقة لكنه كان برضو ما يعرفش ايه سببها. مجرد علاقة ريضية جمدة بدون اي سبب فيزيائي يفصر او يشرح ليب تحصل. الا ان في سنة 1685 جه العالم الفرنسي بيردي فيرمات وقال يا جماعة انا لقيت سبب واضح للانكسار ولعلاقة سنيل. فيرمات جهه وقال انتو عملين تقولوا ان الضوء عشان يقطع مسافة بين النقطتين لازم يقطع اقصر مسار او يمشي في خط مستقيم. والكلام ده صح ومزبوط لكن في الوسط الواحد. بس لما جينا نشوف الضوء لما بيمر ما بين وسطين لقنا الكلام ده ميحصلش. والضوء بينكسر يعني مش بيمشي في خط مستقيم ومش بيقطع اقصر مسافة. والتفسير الوحيد المقنع بالنسبالي اللي بيحصل ده ان الضوء مش بيقطع اقصر مسافة بين النقطتين. الضوء بيقطع اقصر زمن ما بين النقطتين. قالوا انت مركز ومدرك تتبتوا ليه? ما هي يا عام فيرمات اقصر مسافة اللي خط المستقيم لازم يقطعها في اقصر زمن. قال طب هو مين اللي افترض انه سرعة تضوء واحدة في كل الاوساط. لو سرعة تضوء ثابتة وواحدة في كل الاوساط فاغصر مسافة طبيعي انها تكون اقصر زمن. لكن لو سرعة تضوء في الوسط الاول مختلفة عن الوسط الثاني فاغصر مسافة بالشرط انها تحقق اقصر زمن. قالوا ستوب لا واحدة واحدة وفهمنا انت بتقول ليه? قال تخيل انك موجودة على الشط وشفت واحد من بعيد بيغرق في المية وانت محتاج توصله وتنقذه في اسرع وقت قبل ما يموت من الغرق. فايه اللي ممكن تعمل وقتها عشان تقدر تنقذه بسرعة. لو فكرت انك تجري وتروح له في خط مستقيم عشان تقطع اقصر مسافة فانت كده قرارك مستليم. لانه سرعتك عالبر مزاي سرعتك في المية. وانت عالبر وبتجري سرعتك بتكون اعلى بكتير من سرعتك وانت بتسبح جوه المية. فقرر انك تروح له في خط مستقيم ده صحيح هيقصر المسافة اللي هتمشي فيها. لكنه هيزود المسافة اللي بتقطعها جوه المية واللي سرعتك فيها بتكون بطيئة. وبالتالي هتوصل له متأخر. انما لو جيت واختارت مسافة اطول شوية على الشط اللي سرعتك عالي عليه. وقللت معها المسافة اللي بتقطعها جوه المية اللي سرعتك جوه بطيئة. فانت كده هتقدر توصل له اسرع وتنقذه اسرع. حتى لو كانت المحصلة النهائية للمسافة كانت اكبر. طب حبيت تجود وتزود المسافة اطول على الشط فده هيخليك تزود المسافة اللي انت قطعتها على الشط واللي انت قطعتها جوال مائل اثنين وبالتالي زودت المسافة وزودت الزمن والحل دايما انك تختار المسار اللي يحقق لك اقل زمن بغض النظر عن المسافة المقطوعة اهو الدوق برضو بيعمل الكلام ده لما بيجي يعدي من النقطة للتانية موجودة في وسط مختلف بينكسر لانه بيختار المسار اللي بيحقق له اقل زمن مش اقل مسافة طيب تقدر تثبت لنا الكلام ده قالهم اقدر فرمت قد يثبت بشكل رياضي انه جب زاوية السقوط تساوي جب زاوية الانكسار مضروبة في النسبة ما بين سرعة الدوقي في الوسط الأول على سرعته في الوسط التاني ولو اخدت بالك هتلاقي انه هو نفسه قانون سنل بس الان اللي سنل ما كانش عارف هي ايه فرمت اثبت إنه هي النسبة ما بين سرعة وسمى النسبة دي بمعامل للانكسار او衣 ومن العلاقة دي تقدر تكتشف ان الوسط اللي بيكسر الضوء بشكل اكبر صين زاوية انكساره بتكون قليلة وبالتالي معامل انكساره هيكون كبير بما يعني ان سرعة الضوء فيه هتكون قليلة يعني كل ما الضوء انكسر اكتر في الوسط الجديد كل ما بقيت عارف ان سرعة الضوء في الوسط ده اقل ما يمكن على سبيل المثال معامل انكسار الضوء في الازاز زي ما قلنا بواحد ونص وده معناه انه سرعة انضوء في الهوى اكبر من سرعته في الازاز بمرة ونص وبالتالي الضوء بياخد مسار اطول شوية في الهوى اللي هو سريع فيه عن الازاز اللي هو بطيء جواه وعشان كده بيبان انه هو انكسر وهو ده بقى سبب حدوث الانكسار لكن حدوت اثباته للقانون ده حدوتة ابداعية في الرياضيات تخيل انه قبل حتى ما يعرف ايه هي اساسا سرعة الضوء او يعرف هي سبتة ولي بتتغير في الاوساط المختلفة يقدر انه يجزم انه تغير سرعة الضوء هي السبب في عملية الانكسار وخبقية كبيرة انهم اساسا في الفترة دي ما كانوش لاستعارفين الضوء ده له سرعة ولا لا وكان غالب الظن ساعتها انه الضوء بينطقل انيا او في التول لحظة ولو هيستعرف بقى ايه هي الحدوتة دي وازاي فرماد قدر يزبط الكلام ده فبمجرد ما تخلص الفيديو ده هتلاقي فيديو تاني موجوده على القناة بيشرح الحدوتة بالتفصيل هتقدر تشوفه لو كنت عضو معنا في القناة كمحتوى بخصص ليك او هتلاقيه برضو على حساب الباتليوم بتاعنا لو كنت احد اصدقائنا اللي بيدعبونا المهم يا سيدي ان حتى بعد ما فرماد قدر يثبت انه الضوء بيختار اقصر مصر زمني ما بين نقطتين اتوجه له انتقاطك تتير جدا اهم ما ان انت كده يا فرماد بتقول انه الضوء ده بيفكر ويحسب قبل ما ينتقل من نقطة لتانية ويختار اقصر مصر زمني وكأن الضوء عنده عقل بيفكر به ثانيا هل في حد اساسا قدري ايه صورة الضوء لما تيجي تقولي انها بتتغير وبالتالي كلام فرماد كان عليه لغط وما كانش مسلم به بصورة كبيرة سنة 1657 عقل انفيزيا دنماركي اسمه ريسموس بارسولين لاحظ ان في نوع من الكريستالات اسمه كريستالة ايسلندا او ايسلند كريستال لو بصيت منها على حاجة بتشوف صورة الحاجة دي مزدوجة يعني الحاجة الوحدة بمجرد ما تبص عليها بكريستالة ايسلندا بتشوفها حاجتين وبقى كده معانا ظاهرة جديدة بخلاف الناكاس والانكسار محتاجة هي كمان انها تتفسر الا ان في نهاية القرن السبعتاشر حصلت معركة كبيرة جدا ما بين اسحاق نيوتن العالم الانجليزي اللي فصر الجاذبية واللي حط قوعد الكالكولوس وبين كريستيان هويجنز اللي فصر حلقات زحل وطور الساعة البندولية وطبعا شهرة هويجنز في الفترة دي بالنسبة لنيوتن زي شهرة كده قسقس بالنسبة لنيوارد دوكابريو والمعركة اللي كانت دايلة بينهم دي كانت عن طبيعة الضوء نيوتن بيقول ان الضوء عبارة عن جسيمات شبه البالي وسمها كوربراسلز وهيجنز بيقول ان الضوء عبارة عن موجات مش جسيمات وطبعا من المفترض اللي نظريته تقدر تفسر كل الظواهر دي يكون هو الكسبان الضوء بيمشي في خطوط مستقيمة وبينعكس في المرايا والأسطح المسقولة وبينكسر لما بيعد من وسط لوسط تاني مختلف عنه دا غير ان شعائل واحد اللي بيعد من كريستالات ايسلندا بينقاسم لشعائل مختلفين واللي هيقدر يفسر كل الشواهد دي هتكون نظريته هو لسليمة نيوتن قال بس كده الدون المايك بالنسبة لسرعين الدق في خطوط مستقيمة قال دا بيحصل لانه كورية الدق دي بتتحرك زي قزايف بسرعة كبيرة جدا وبالتالي مصارها بيكون في خط مستقيم وللنكاس بيحصل لان دا يعتبر نوع من انواع التصادم المرن سرعة كورة الدق قبل التصادم بيساوي سرعتها بعد التصادم في الاتجاه الافقي السرعة ما بتتغيرش لقبل ولا بعد التصادم لكن في الاتجاه الرأسي السرعة بتنعكس وبالتالي المحصلة بتبقى عبارة عن شعائين زاوية سقطهم بتساوي زاوية انعكاسهم اما بالنسبة للانكسار فده بيحصل لما الدق بينتقل من وسط لوسط تاني مختلف عنه في الكسافة لو قلنا ان شعائي الضوء انتقل مثلا من الهوى للمية فكسافت المية اعلى من كسافت الهوى او بمعنى تاني جواها جزيئات كتير اكتر من جزيئات الهوى في نفس الحجم اه طبعا ما كانواش يعرفوا ان في حاجة اسمها جزيئات ولا زرات لكن اللي كان يقصده نيوتن ان المية مدام كسافتها اعلى فالوحدات اللي بتكونها هتكون اكتر ايا كانت طبيعة الوحدات دي سرعة الضوء هو بيتحرك في الهوى عبارة عن محصلة سرعته في الاتجاه الافقي والاتجاه الرأسي لكن اول ما بيوصل للسطح الفاصل ما بين الهوى للمية وبيوصل للمية اللي كسبتها اعلى فجزيئات المية الكتير بتشدوا كرات الضوء دي نحيتها وبالتالي بتزود سرعتها في الاتجاه الرأسي ولو جدت بص على المحصلة الجددة للسرعة هتلاقي انها بقت ميلة اكتر للاتجاه الرأسي لانه قيمته بقيت اكبر وبالتالي الضوء بيبان ان هو انكسر نيوتن كمان استخدم نظريته دي في تفسير اللي بيحصل للضوء الابيض لما بيعدم المنشور الزجاجي وبيتحلل الالوان الطيف اصحيح العلماء قبل نيوتن كانوا عارفين ان الضوء لما بيعدم المنشور الزجاجي بيكون الوان الطيف بس كانوا فاكرين ان الالوان دي نتجه من الازاز نفسه مش من الضوء الا ان نيوتن جاب منشور تاني وحطه في وضع معاكس للمنشور الاولاني فلا إن الألوان اللي اتفصلت بالمنشور الأولاني رجعت تتجمع تاني بالمنشور التاني بما يعني إن اللي عمله المنشور الأول في الضوء عكسوا المنشور التاني وبالتالي الألوان دي مكون من مكونات الضوء نفسه وعشان كده نيوتن كان أول واحد يقول إن المواد اللي موجودة حوالينا دي في الحقيقة ما هيش ملونة ده الضوء نفسه هو اللي بيلونها الألوان خاصية من خصائص الضوء مش من خصائص المادة أعة يا عام نيوتن لحمن بي beetroot يتحلل عندما يعدم المنشور!? ده بيحصل لان كل حباءية بالضوء حجمها مختلفة بعد تلك لون ظهد حجم حباءية مختلف كل ما صغر حجم الحبائية بقى أسهل وأسرع أن تتحرك في الوسط الجديد وكل ما كبر حجم الحبائية بقى صعب عليها أن تتحرك في الوسط الجديد وبالتالي حصل فارغ في السرعات اللي بتتحرك بيها كل حبُّاية بالون spam عشان كده كل لون كان له معامل منكسار مختلف وحصل فصل ما بين الالوان جوه المنشور طبعا لو انت لسه فاكر كلام نيوتن كان عكس كلام فرمات فرمات كان بيقول انه الضوء لما بيدخل وسط اكبر في الكسافة سرعته بتقل لكن نيوتن قال انه الضوء لما بيدخل وسط اعلى في الكسافة سرعته بتزيد طب العلم بقى هه نصدق مين فرماته ولا نيوتن نيوتن طبعا طب يا عم نيوتن بالنسبة للصورة المزدوجة اللي بتطلح في كريستالة ايسلندا تقدر تفسر لنا الكلام ده بيحصل ليه؟ الله والله النظرية بتاعتي مبتقدرش تفسر النقطة دي هويجنز قال له خلاص خلصت ممكن بقى تنويين المايك اللي انت فرحم بي ده؟ بالنسبة للإيد الضوء بيمشي في خطوط مستقيمة فده بيحصل لان موقت الضوء الوحدة عبارة عن محصلة لعدد لا نهائي من موجات كل نقطة موجودة على موجة الضوء بتكون عبارة عن مصدر لموجة جديدة وقمم الموجات الجديدة دي لما بتركب على بعضها بتكون محصلتها موجة جديدة والموجة الثانية مصدر لموجة ثالثة والثالثة مصدر للربعة وبالتالي موجة الضوء ذاتية الانتشار وبتمشي في خطوط مستقيمة اما بقى اللي انعكاس بيحصل لان الموجة المحصلة دي لما بتسقط على سطح العاكس فالموجات اللي أنهائية اللي موجودة عليها اللي سقطت على السطح العكس الأول هي اللي بتنعكس الأول وبتنعكس بنفس السرعة لأنها بتنعكس في نفس الوسط وبيكون المحصلة الجديدة عبارة عن موجة منعكسة بتخرج بنفس الزاوية اللي سقطت بها الموجة الأولى عشان كده في الإناكاس زاوية السقوط بتساوي زاوية الإناكاس أما بقى بالنسبة للانكسار فهو برضو بيحصل بنفس الطريقة لكن الموجات بدل ما تنعكس من على السطح الفاصر دي بتنتشر في الوسط الجديد الوسط الجديد ده اللي فيه سرعة الضوء مختلفة عن الوسط الأول لما الوسط الجديد ده بيكون أعلى في الكسافة بيبطق من سرعة انتشار الموجüne جواه عشان كده موجة الضوء بيباني إنها انكسرت والموضوع بيبقى عمل بالضبط زي العربية اللي كانت ت explorowski على الأسفل و دخلت بزاوية على الرامل العجلة اللي دخلت على الرامل الأول سراعتها بتقل عن العجلة اللي موجودة علي الأسفل ونتيجة لفرق السرعات العربية بتنحرف عن مصارها وبيبان انها انكسرت وده نفس الكلام اللي بيحصل مع موجات الضوء واخد بالك ان كده كلام هويجنز متوافق بشكل ما مع كلام فرمات فرمات قال ان الضوء لما بيدخل في وسط اعلى في الكسافة سرعته بتقل وهيجنز برضه قال ان الضوء لما بيدخل في وسط اعلى في الكسافة سرعته بتقل والاتنين دول كانوا عكس كلام نيوتن اللي قال ان سرعة الضوء بتزيد لما بيدخل وسط اعلى في الكسافة ففي النقطة دي تحديداً كان نيوتن وهويجنز عكس بعض تماماً هويجنز أحب يجود وقال أنا كمان عندي تفسير للصور المزدوجة اللي بتخرج من الكريستالة واللي نيوتن مقدرش يفسرها طيب إيه هو تفسيرك يا عما هويجنز؟ قال إن كل نقطة موجودة على المجرر إيسية مش بتطلع موجود ضوء واحدة دي بتطلع مكتين اتنين واحدة منهم دائرية والتانية بيضوية وبيتهزوا في اتجاه متعمد على بعضه في الوضع الطبيعي المكتين دول بيتحركوا مع بعض وما بينفصلواش عن بعض لكن في الكريستالة دي تحديداً وفي الكريستالات اللي لها نفس خواصها المكتين دول بينفصلوا طيب إيش معنى الكريستالة دي تحديداً يا عما هويجنز؟ قال إن المواد عموماً بينقاسموا لنوعين أساسيين نوع اسمه أيزوتروبيك أو متجانس ونوع تاني اسمه أنايزوتروبيك أو غير متجانس في المواد المتجانسة تغيير الاتجاه ما بيغيرش من خواصها لكن في الغير متجنسة تغيير الاتجاه بيغير من خاص المادة على سبيل المثال هتحطة معدن واخبط عليها في كل اتجاه هتلاقي انها بتتأثر في جميع الاتجاهات بنفس المقدار لان الوحدات او الزرات بتاعة المعدن متجنسة في جميع الاتجاهات بنفس المقدار فهمش بقى في اي اتجاه X Y Z مش هتلاقي اي اختلاف الزرات كلها في جميع الاتجاهات متجنسة بنفس النمط انما الخشب غير متجانس الخشب له اتجاه معين للالياف بتمشي فيه وبالتالي تركيبه في اتجاه X مزيد اتجاه Y دول مختلفين والدليل على كده هتحطت خشبة واخبط فيها في اتجاه عمودي على نموه الالياف هتلاقي ان الخشبة صعب انها تتكسر لكن لو خبطت عليها في نفس اتجاه نموه الالياف الخشبة هتتفعلق نصين بكل سهولة فتغيير الاتجاه في الخشب بغير في الخواص لان الخشب ترتيب الاليافه في اتجاه X مختلف عن ترتيب الاليافه في اتجاه Y الكريستالات بقى هي كمان بيكون لها نفس الخواص الوحدات اللي بتتكون منها الكريستالة هي اما هتكون وحدات متجنسة او غير متجنسة واعتبر ان مكتين الضوء المتعمدين على بعض دول زي سكنتين متعمدين على بعض وافترض ان الكريستالة المتجنسة زي حتة زبدة والضوء هيعد من خلالها واكيد متوقع ان السكنتين المتعمدين على بعض لما يمشوا في حتة الزبدة فالسكينة اللي في اتجاه X هتمشي بنفس السرعة اللي بتمشي بيها السكينة في تجاه Y لأن زي ما قلنا حتة الزبدة متجنسة وبالتالي هيعدوا من حتة الزبدة بنفس السرعة وهيطلعوا منها في نفس الوقت يعني في النهاية المكتن هيوصلوا لعنيك في نفس الوقت وهتشوف سرعة واحدة إنما بقى لو مشوا في كريستالة غير متجنسة زي الخشب مثلا فالسكينة اللي هتمشي في نفس اتجاه ألياف الخشب هتمشي أسرع من السكينة اللي هتمشي في اتجاه عمودي على ألياف الخشب وبالتالي السكينتين مش هيمشوا بنفس السرعة ومش هيخرجوا من حتة الخشب في نفس الوقت فيه واحدة هتسبق التانية وعشان كده المكتن المتعمدين على بعض بينفصلوا عن بعض لما بيعدوا من الكريستالة وبيوصلوا لعينيك في أزمانة مختلفة وعينيك بتشوف سورتين منفصلين عن بعض وده كان أول تفسير بيطلع لعملية استقطاب الضوء وإن كان التفسير ده غير دقيق قوي إلا إنه كان في وقته فكرة ثورية وبرغم إنه كان فكرة ثورية وجاية من المستقبل إلا إن العلم في الوقت ده وفي صف المين نيوتن طبعاً لإنه كان الأشهر والأقوى والأكثر إسهاماً ومع ذلك كان في نقطة لو اتحسمت هتقدر تنهي الخلاف ده بشكل قاطع لإن وجهة نظر نيوتن وهيجنز فيها كان الاثنين عكس بعض تماماً نيوتن قال إنه الضوء لما بيدخل وسط عالي في الكسافة سرعته بتزيد وهيجنز قال إنه لما الضوء بيدخل وسط عالي في الكسافة سرعته بتقل وبالتالي لو قدرنا نقي السرعة الضوء في الأوساط المختلفة وعرفنا هي قد إيه هنقدر نعرف بشكل قاطع من فيهم اللي صح ومن اللحظة دي انتقلنا من مرحلة إننا نعرف الضوء عبارة عن إيه لمرحلة هو الضوء أصلاً لسرعة ولولي سرعة هي قد إيه بالزبط وبدأ حسم النقطة دي على إيد العالم أولاف ريمور وهو بيتابع الكسوف لكن إزاي أولاف ريمور قل السرعة الضوء وتوصل لإيه لما أسهى ومين اللي انتصر في النهاية نيوتن ولا هويجنز هذا ما سنعرفه ولكن في الحلقة القادمة وبالتالي لازم تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناة وتفعل إشارة الجرس عشان تعرف أول ما الحلقة الجديدة تنزل وطبعاً لو حاب تشوف حلقات حصرية اعمل عضوية في القناة أو ادخل إدعامنا على الباتريون سلام